اتصدمت راف لما لايت رامي وايف قدامها وهو اللي جاي لها في الزيارة مش سيف ايه مالك؟ هو قفى بعيد كده ليه؟ خايفة من ايه ده نجاية زورك؟ هو انت ليك عن تجي لحد هنا؟ بعد اللي انت عملت فيها حيوان انت؟ ويه لازمتها باقلة الادب دي؟ ده نجاي لك زيارة عادية وبسأل عنك في الوقت اللي محدش بيسأل عنك فيه تقوم تشتميني برضو؟ ايه؟ كنت متوقع حد تاني يزورك مثلا؟ حد تاني؟ حد تاني زي مين يا زبال انت؟ وابعدين او انت مش مكسوف من نفسك؟ واتكاسف من نفسي ليه ان شاء الله ها؟ هو انا اللي مسجون ولا انت يا حلوة؟ مش انت برضو ابضوا عليك في قضية ممنعات؟ ولانا بقى بتايقلي انت عارف كويس قوي الممنعات دي جات منين؟ وعارف كويس كمان من اللي حطها اللي عشان ينتقم مني يبقى احسن لك تمشي عشان انا لحد دلوقتي افلى بقي ولو فتحت بقى انا مش هسكت ابدا ايو 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 انا عارف من اللي عمل كده فيك فعلا انا عارف كل حاجة بس مين هيعرف؟ وبعدين هو انا قلتلك سكوتيو ما تتكلميش مثلا انا لو تكلمت انت هتيجي تترمي هنا مكاني يا رامي فاحسن لك بقى تمشي وتغور من وشي امشي بقولك انا ماشي بس هسيبلك الكرت بتاعي معاك لو تحب تخرجي تكلميني وانا هجيب اللي يشيلها ويعترف بيها كمان مكانك وتخرج انت بس ساعتها هتخرجي من هنا على بيتي انا انت فهمها؟ هده نجوم السماء اقراب لك هنشوف وذهبها رامي ومشي وراهب بصت شوية للكرت وفي الاخر اخدته ورجعت باتجاهز زنزانة مع عزيزة ولحظت ان عزيزة زعلانة ايه مالك يا طنط عزيزة في حاجة مزعلكي ولا ايه مفيش حاجة يا بنتي خلك انت بس في الهم اللي انت فيه وصيبين انا في اللي انا فيه والله ابدا لازم تقوليلي انا مش حشرية والله بس عشان خطر اقوليلي مش ممكن قدر اساعدك هقولك ولو اني عارفة يعني ان ما فيش حد هيقدر يساعدني طيب جرب انت بس وقوليلي قبل ما نوصل للزنزانة بنتي بنتي جنة عبانة اوي وخلاص ما بقاش في ايدي اي حاجة عملها لها كلما نروح المستشفى يبعطني المستشفى تانية عندها مشكلة في القلب ومحتاج عملية خطيرة ده انا كنت مشى بالعافية في العلاج لكن عملية بتسعمائة الف جنيه هجيب حقها منين بس ده غير الصفر واللي انتقلات والعلاج انا مقدرش على كل ده يا بنتي والبت كل يوم صحيطة في النازل وما فيش حل عشان يخفف وقجعها شوي ردت عليها رهف بكل هدوء ويمين اللي قال ان ما فيش حل تقول ما ربنا موجود يبقى اكيد في حل يا طنطة عزيزة يعني ايه يعني يا بنتي مش فهم يعني ان هدخل الزنزانة دلوقتي وبعد شوية هنديلك اديك ورقة بس بهاتي معك الفم بتاعك عشان عاوزة منك مكالمتين ضروري قوي ماشي يا حبيبتي بس اوعد طويل عشان لو حد عدى ولا حاجة هروح ساعاتها في ستين دهية لا ما تلاقش مش هطول خالص ودخلت راه في الزنزانة لقيت جمالات لسه عملت عيط والبنات حواليها بيحاولوا انهم يهدوها بالله عليك كفاية بقى قلبك هيوجعك من العياد كده احنا غلطانين ان احنا قلنا لك تاحك هي لسه بتعايد كل ده ايه يا جماعة هو انت عندكو فراغ للدرجة دي بقى كده يا رهف بيت التريع علي يا ابنتي هو انا اللي فكرتك حسيت بي وبحرقيت قلبي على بناتي ساعاتها قاعدت راف جنباه ومسكت ايديها من قول يوم لين عينة ومن ساعة ما شفتك وانا حسها بوجع قلبك على بناتك من كتر ما انت ما بتعاملك كل هنا بمحبة وحنية وبعدين انت مش محتاجة حد يحس بك اصلا طالما ربنا موجود وبيحس بينا احنا كلنا طب والله البت راف دي بنت حلال قوي وغلبانة ما تزعلش منها يا خلتي جمالات تزعل منها ازاي بس هي كل الحكاية انها نفسها تتكلم بناتها تتطمن عليها ومتريح قلبها بس كده احلى مكالمة دي ولا ايه يعني ايه يعني التقصو دي ايه يا رعف باللي انت قلته ده هفهمي كاست جمالات حالت بس قومي بقى اخسل وشك كده لحد ما اعمل حاجة وهرجعلك على طول وقامت جمالات تخسل وشها ورعف رحت ندهت العزيزة واخدت منها الفن وطلبت رقم قالوا ايوة يا استاذ خالد انا رعف اهلا وسهلا يا رعف هاني رقم مين ده وليه انت مختفية من الفترة معلش بقى اصلي بغير جو في مكان بعيد شوية المهم ان عايزك تسمعني كويس قوي اموريني طبعا بكرة هتجيلك ست معرفتي اسمعها يا زيزة هتديها خمسمائة الف جنيه في ايه وتسمع منها هي عايزة اهل بنتها وكمان تحجزها في اكبر مستشفى في لندن وتتكفل بكل حاجة من العملية للمصاريف للصفر حتى اقامتها هناك لحد ما بنتها ما تخف وترجع على نافأتي الخاصة وكمان تبع تحد كويس لبيتها من طبعنا لو عندها عيال تنين يرعوهم لحد ما ترجع بمنتها بالسلامة ان شاء الله تمام تمام انا تحت امرك خليها تعدي علي الساعة خمسة عشان ابقى موجود في المجد طيب تمام متشكرة اوي يلا سلام افلت راه في الخط وبصت لعزيزة اللي كانت وقفة مصدومة من اول المكالمة وادت لها ورقة المهم هتروح بكرا العنوان ده الساعة خمسة يطنت عزيزة للاستاذ خالد عبدالله قول له ان انت من طرفي وما تقلقش بقى من اي حاجة تاني عزيزة كيتوقفة ومنهارة من العياض ايدي كابوسها يا ستهان انا بجد مش عارف اقول لك ايه ربنا يفق كربك يا رب ويوسع رزقك ويريح قلبك زي ما ريحتي قلبي يا رب عب كده يا طنت عزيزة ما تقولش كده ها وبعدين انا رعفه بس يلا بقى روح يروائي كده وارتاحي واسيب البيع علي بعد ربنا انا هعمل مكالمة بس صغيرة وهرجع لك الفن يا امر ربنا يروى قبلك يا رب يا بنت ودخلت راف ناحية جمالات وفت قدامها بابتسامة ها حافظة رقم بناتك بقى ولا هندخ عشان خاطر نجيبه يا عسلي يا انتي جمالات بقى تبصرها بصدمة ايه بناتي ورقم هو انت اصدك ايه اصدك ايه يا راف لا ما تقولش ده لا ممكن انا ممكن تهدي وتكلميهم بقى قبل ما حد ما يعدي وشوف الفن معانا يلا بسرعة كلمهم يلا واتطمين عليهم وكل يومها خليكت كلمهم يا حبيبتي جمالات ما صدقتش نفسها والفن كان في ايديها طلبت الرقم واستنت بصبر لحد ما سمعت صوت بنتها وبقت منهارة من العياض غدا يا بنتي وحشتني قوي قوي يا حبيبتي ماما انت ماما صح يا حبيبتي يا ماما وحشتني قوي كل ده ما نعانا نجيلك وكمام ما بتكلمناش وجعت قلبنا عليك يا ماما مش زي واجع قلب عليك يا بنتي طمينين عليك ويا ألبومك انت عاملة ايه واخوتك عاملين ايه واخبرك ايه انت واخواتك الحمد لله يا ماما احنا كويسين بس الناس يا ماما مش سايبانا في حالنا أبدا وبجد تعبنا انا بشتغل عشان عايش اخواتي زي ما انت ما كنت معايشانا بس المعلم زكي با يا ماما مش سايبنا في حالنا انا خايفة يا ماما او محتاجة لك جنبي المعلم زكي تاني انا دخلت للسجن مرة بسبب عشان خطر شكات ومستعد ان انا كمل عمر كله في السجن يا ماما ده كل ما يشوفني يهددني احنا بطلنا وما حدش من الحارة عارف يقف وشه ده لو لمسك يا بيت تنعقله بسناني والله مش لو في السجن ده انا لو في جهنم هجيبه طنط جمالات يلا عشان ما حدش يشوفنا وطمينيها ان انت هتكلميها تاني بكرة عشان تكلمي با يا بناتك غادة بقولك يا حبيبتي انا لازم اقفل لي قلبومك بس ما تخافيش بكرة هكلمك تاني يا حبيبتي ومش عزكة الي من اي حاجة حاضر يا ماما حاضر هتوحشيني قوي وانت اكتر يا قلبومك مع السلامة يا بنتي قفلت جمالات الخط وراهف اخد تلفون حطته في جيبه وجمالات اخدتها بالحض ربنا يسترك يا رهف ويبرك فيك يا بنتي يا رب الله انت لسه بتعياتي برضو هم البنان مش بخير ولا ايه المعلم زكي ربنا انت امنه لسه بيرازف غدا بنتي ومش رحمها وبيهددها في الراحة والجاية وهي خايفة يعمل فيها حاجة هي ولا اخوتها بسيطة ما تلاقيش كله ان شاء الله يتحل بس انتي بس هدي خالص ومتزعلش نفسك وراحت رهف وقفت بالتلفون في جنبه وبعدين اديته العزيزة وكلهم اتعشوا وناموا والتاني يوم صحيت رهف على صوت عزيزة رهف يا رهف اسحي يا بنتي عندك زيارة بره ما تعرفش ميني طنت عزيزة لا معرفش ما شفتش حد قامت رهف رحت معها وتفاجت اما شافت سيف بس كمعات نين ستات واحدة كبيرة في السن وواحدة شابة صغيرة هيا ماما هيا دي رهف اللي انا حكيت لك عنها يا ما شاء الله يا ابني دي زي الامر الله هو اكبر تعالي يا رهف تعالي يا حبيبتي عودي دي تلعت احلى من اللي انت وصفته كمان يا سيف بجد امور قوي انا بجد مش فهم حاجة هو في اي يا سيف ومين دول دي والدتي يا رهف ودي اختي منال كانوا مصممين ان هما يجوا يعني ويشوفوك وكمان يسلموا عليك في السجن هنا يا سيف جايين يسلموا علي هنا في السجن رهف احنا ما نقصدش اي حاجة هم بس كانوا احنا بس كنا عاوزينك تحس ان انت مش لوحدك يا بنتي وان احنا جنبك ومعاك ولا يمكن نسيبك ابدا كنا عاوزينك بس تحس ان في حد واي في جنبك وبعدا عن اي وضع حواليك احنا معاك انا متشكرة جدا لكم بس ما اظنش باني ده المكان المناسب للسلامات على قل عشان خاطر منظري منظرك ايه بس يا رهف انت ما عملتش اي حاجة وانا واثق من كده على فكرة بس انا لحد دلوقتي لسه مش عارف انت ليه هنا وليه ما اتكلمتيش فاهمين يا رهف انا بجد تعبت تعبت وقلب واجعني من كتر الشرح قلتلك الف مرة قبل كده انا ماليش حد اخرجلي ولا حد اطلع له بره عشانه انا هنا جنب الناس بسمعهم وبيسمعوني مش مهم المكان قدما المهم اني فيه ناس حواليك لا طبعا مهم وبعدين من قالك ان ان انت لوحدك بره احنا هنبقى معاك دايما ومش هنسيبك انا بحبك وعايزة تجوزك يا رهف وهبقى اسعد انسان في الدنيا لو انت وافقتي انك تكمل حياتك معاك بقيت وقفة مصدومة ميت النحة ومش عارفة اقول له ايه انا انت يعني انا بكرة هبقعتك عنوان مع طنط عزيزة معلش لازم تبقى موجود فيه فوحد مفتري اسمه المعلم زكي بيفترع على بنات يا تامة لازم تعمله اي حاجة وما ردتش رهف على كلام سيف ولفت وخرجت تجري وسيف بقى واقف ومش فهم اي حاجة معلش يا ابن هي لسه مش مستوعبة كل ده اصبر بس عليها شوية بس بجد يا سيف تستاهل الصبر ما تقلقش هتوافق يا رب يا رب يا منال يا رب يلا بقى امد انصرف زيارة وهوصلكم عشان خاطر عند شغل وخرج سيف عند الزابط اللي معاكش في الزيارات وكان لسه هيمدي لكن شاف اسم رامي في الدفتر كان في اخر زيارة الرهف امين مصطفى هو رامي ده كان اخر زيارة الرهف ايوة يا باشا بس على معلوماتي بها هي ترادطوا من الزيارة واتخلقوا سوا يبقى لانا بفكر في صح تمام كده مش فضل كتير وتخرجي يا رهف بما زاجك او غصب عنك هتخرجي انا مش هسيبك تضيع نفسك ومش سيف اما بقى جوة عند الرهف كانت عزيزة دخلت لها الاكل اللي جابه سيف كالعيدة وعزيلكلهم ياكلوا مع بعض جمالات اتكلمت وقت لها مالك يا رهف من ساعة ما دخلت وانت وشك مخطوف كده له يا بنتي ها ولا حاجة يا طنط جمالات انا كويسة والله الحمد لله ايوة ما هو لازم تبقى كويسة فكريني كده يا رهف انت محكم عليك بكم سنة يا حبيبتي بست سنين ليه يا رحمة اصل رحمة خايفة تخرجي قبلها ويا بقى تعودت على الاكل بتاعولاد العز ده يا ساتر بنت فتسى بجد انا جهزة يا بنات نعم جهزة لايه يعني يا بنتي هحكي لكم حكايتي هو زي ما تيجي تيجي بقى حتى لو مش هتكلموني بعدها بس والله العظيم انا ضحية مش مزنبة احنا مش هنا عشان نحكم عليك يا شو اتكلمي وقول اللي عندك انا كان عندي قبل بس اعوزه بالله منه ابليزة نفسه يعمل له حساب من الافترة اللي كان فيه كل يوم كان مدي ايده بهدلة وقلة ايمة وكان مش اغني في مجغل في البلد من وانا لسه يضوبك 15 سنة وكان بيلها في شقاية كله ما بيرحمنيش مش فرق معها امي ولا اخواتي وكأنه بيعقمني ان انا تولد وفي يوم كنت تعبانا اوي ورجليا بيوجعوني وما نزلتش الشغل ساعتها رجع من بره لقاني عدم من العافية وفين يوجعك ما تحملتش في ايده لقيت نفس بجري في الشارع ومش عارفة رايحة فين اتش عبط في كل عربية شوية لحد ما لقيت نفسي في بلد انا معرفهاش وفاجأة لقيت قدامي عربية ملاكي اخر موديل وفيها ست زي الامر في الشارع شوكا يتقعد على رصيف ويفت قدامي عربية شجد جدا وفيها ست جميلة هاي انا ليندا مالكي حلوة عادة في الشارع كده ليل وحدك في ساعة زي دي ابويا ابويا بهدلني لحد ما تفشت من البيت ومش عارفة روح فين ولا جمنين يا حرام اخس عليه حد يبع عنده منوتة حلوة كده ويبهدلها طب خلاص بقلاش عياط وقومي يلا تعالي معايا قوليلي يا شطرة انت اسمك ايه انا اسم شوك اجي معاك في ايه في بيتي انا عايشة فيه مع اخوات البنات وبس لوحدنا يعني مش احسن ما تعودي في الشارع هنا قال لا قوليلي انت عندك كم سنة يا شوك انا عندي 18 سنة يا هاني انا اسمي ليندا اركبي يلا يا شوك ورقبت شوك وهي مش عارفة يا رايحة فين لما وصلت الشقة كان فعلا كلها بنات وكانت مستغربة يا ما شاء الله يا ما شاء الله كل دول اخواتك يا ستانم ايوة طبعا اسأل يوم حتى طب وانا هنام فين ده نتعبانة قوي رحي معناني يا شوشو ويا اتعرفك قدتك شوشو ده اسمك من النهاردة وما تقلقش من اي حاجة وفضلت شوك عيشة مع ليندا من غير ما تعرف عنها اي حاجة وفات عليها 3 سنين ويبتخدمها واليوم ده كان عيد ميلاد شوك الـ 21 النهاردة كملت الـ 21 سنة يا امري وباقيت اجمل واحدة في الشقة هنا والسنة وعشان كده باجالك عريس بجد يبقى مين هو العريس ده هو اللي عينك منه سن باشا اللي بيجيني هنا زيارات دايما يا قلبي اخيرا حس بيا هنتجوز امتى طيب الليلة لو عاوزة اصل هو مستعجل قوي موافقة طبعا يا فرحة قلبك يا شوك وفعلا بالليل سنكاد بكتاب شوك زي ما هي ما فاكر على زين وبعد ما خلصه اخدها زين وراح بها فيلا واول ما دخل رح رميه على الارض تحت رجلين راجل كبير في السن اه يا باشا اللي انت عينت منها تلعت سهل عادي اهو مش صعب عالي حاجة حلوتك محفوظة يا زين عد على الشركة وخد الشيك بتاعك شوك بكل رعب وصدمة في زين زين يا زين انت رايح فين يا زين ما تسيبنيش ده لمراتك مراتي انت مش مرات حد ابدا دي حلة كده عملتها مع لند عشان نجيبك للباشا لما لقيتك صعبة يعني وعيشة في الدور لند اختي اختك انت بقالك ثلاث سنين عايشة في شقة مجبوهة ومعرفتش ان هي مجبوهة يبقى مش غريبة ان انت تتخدع في جوازة زي دي شوك بقيت سمع الكلام ده وهي منهارة من العياد لا لا ما تقولش كده بالله عليك خرجني من هنا وحيط ابوك هو انت مجنونة ده نقابت فيك عشان نجيبك لحد هنا ربع مليون جنيه ولين ده وغضة زيهم سلام يا يا شوشو وبس كده من الصدمة والانهيار اللي انا كنت فيه اغم عليها لما فوقت لقيت نفسي هنا بالاسم وكمان بيقولوني ان انا متهمة في قضية اداب واترازعت حتة حكم محترم اتر الحكومة كابست على الفيلا وانا هناك واخدت الكل وابو يا بقى لما عرف جال الحد هنا وقال لي يلا يا مغفلة كان هيحصل اي يعني لو قلبت عيشك هو دينه قدامك ما اخدتش اي حاجة من الدنيا وردت عليها شريفة وقالك احمدي ربنا ان هو كان غزبا عنك مش بمزاجك وهينا بقى راه فتصدمت ايه؟ والحد هنا بتكون خلصت حلقتنا بس لسه ما خلصتش حكايتنا استنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان نوصلكم باشعار بكل قصة جديدة